شدد المستشار في الديوان الأمريكي الدكتور يوسف الإبراهيم على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جمهورة الصين الشعبية صديقة والتي تأتي لتجسيد رؤية حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه للكويت لتحويل دولة الكويت إلى مركز وتجاري إقليمي وممر من الممرات العالمية في المجال التجاري والمالي وأوضح الإبراهيم من نتائج الزيارة والمحاور الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين تصب في مصلحة البلدين اقتصاديا وتجاريا هناك محاور أساسية لهذه الشراكة الاستراتيجية أول هذه المحاور هو تطوير منطقة الشمال ما يسمى بمدينة الحرير والجزر ونتطلع إلى تعاون مع جمهورية الصين الشعبية إلى عدة مجالات في هذا المحور وهي تتمثل في التخطيط العمراني في وضع السياسات والقوانين وكذلك في بناء البنية التحتية وإدارة مرافق رئيسية مثل ميناء مبارك وقيرها مثل إنشاء سكاك الحديد المحور الثاني هو يتعلق بالنفط والغاز كما ذكرت بأن الصين هو مستورد رئيسي للنفط الكويتي وتتطلع الصين الشعبية إلى التعاون أكبر في مجال الطاقة وخاصة في التكرير والتصنيع وكذلك في التنقيب عن النفط محور ثالث هو يتعلق بالتجارة والاستثمار وهم يتطلعون أن تكون الشركات الصينية لها دور في بناء النظام المالي لهذه العلاقة التجارية وكذلك تطوير ما يسمى بالإي كومرس تجارة الإلكترونية بأن ينظرون أن الكويت تكون مركز لهذه المنتجات الصينية لدول الإقليم والمنطقة الصين تتطلع بأن تكون الكويت هي المركز لهذه التجارة لهذه الدول خاصة السلع والمنتجات الصينية أيضا تتطلع أن تكون المنطقة الشمالية هي ليس فقط مستودعات للسلع الصينية إنما أيضا لتجميع وإقامة مصانع لتجميع بعض المنتجات الصينية لها أيضا من بين الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بأن تكون الكويت مركز إقليمي للإنترنت وبالتالي تكون الكويت محور أساسي في الربط الإنترنت في العالم وتم التوقيع مع شركة هواوي التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية أيضا إدارة ميناء مبارك هناك التفاوض في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر